كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص يمني الجنسية داخل شقة وأكدت الوزارة أنه تم ضبط مرتكب الواقع وهم رمضان بليدي سائق ومقيم بالمونيرة الغربية بأنبابة وسبق اتهامه في العديد من القضايا وعبد الرحمن شحاتة يعمل خراطا ومقيم بالطوابق بالجيزة وسيدتان هما إسراء صابر ربت منزل ومقيم بمنشأة ناصر بالقاهرة وسهير عبد الحليم ربت منزل ومقيم أيضا بمنشأة ناصر بالقاهرة وأكدت الداخلية أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفقوا على سرقته بمساعدة الآخرين وقد استغلوا استضافة المجني عليه لهما بمنزله وقام بدس أقراص منومة له بداخل مشروب لتخديره وتمكن الآخرين من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فاتعدوا عليه وأهتقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته واستولوا على مبالغ مالية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية إضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولا ذوبها بالفرار هذا وأكدت الداخلية أنه تم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كما تم ضبط متهمة أخرى تدعى آية رضا مع ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة لإخفائها جزءا من المسروقات تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النياب العامة التحقيقات اشتركوا في القناة